خلال زيارته للقاهرة لمشاركة بأعمال الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط التقى غبطة البطريارك روفايل ساكو، بطريارك الكلداني والوفد المرافق فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في مقره بالأزهر وأشاد غبطته خلال اللقاء بمواقف فضيلته المنفتحة على الجميع مشددا على أهمية انتهاج الخط المعتدل في التعليم والخطاب الديني وقال نحن كلنا أخوة في الإنسانية والوطن حسب وثيقة أبو ظبي التي وقعها سماحته مع قداسة البابا فرانسيس والتي تعتبر خارطة طريقا في الاحترام المتبادل وترسيخ العيش المشترك من جانبه أكد فضيلة شيخ الأزهر بأن لا خلاصة إلا بالاعتدال والوسطية واحترام الآخر لافتا إلى أن المتطرفين لا يمثلون الإسلام ولا المسيحية وأن العلاقة الأخوية الصادقة هي وحدها تعزز القرابة بيننا وفي الختام وجه البطرياك ساكو الدعوة لشيخ الأزهر لزيارة العراق